موسيقى 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 طبعا من أهم استراتيجاتنا في الجمعية استدامة الموارد وهذا معناه ليس مجرد استدامة موارد مالية وإنما استدامة حتى في التعاون المشترك مع الجهات الأخرى ومن هذا المنطلق كانت الجمعية تسن سياسة التفاقيات التي تستديم وتتجدد في كل عام مع جهات خاصة وحكومية فحقنا الحمد لله تعالى يمكن فترة الأخيرة أكثر من 13 شراكة استراتيجية والكثير من الجهات التي تقدم دعوة للشراكة في تعاون مشترك فيها حسب المجالات الموجودة سواء كانت مجالات تعلق بتعني المجتمعية أو كانت في التعليم وكانت في الصحة وكانت في الرياضة وكانت في التمويل حتى المالي أو حتى الإعلامي غير الشراكات الاستراتيجية الحمد لله تعالى كانت من إنجازاتنا في مجال التبع المجتمعية أن تحول عدد الفئات المستجفة من المجتمع من المئات إلى الآلاف فبحمد الله تعالى فعالية اليوم العالمي بنتكلم عنها إن شاء الله تجاوز فيه عدد الحضور إلى فوق الثلاثة آلاف مباراة للمباراة الفلبين التي قدموا اتحاد الكرة مبادرة أو نفتة جميلة بأن تكون هذه المباراة تحمل شعار التوعبي ذوي من تلزم الدوم بحضور أكثر من خمسة آلاف كذلك مضمار جبل علي كان فيه رسالة توعوية بذوي من تلزم الدوم بحضور أكثر من ستة آلاف متفرج فهذه الآلاف كلها وصلها صوت متلازم الدوم من خلال المشاركة أبنائنا التقوا باللاعبي لعبة المنتخب وكان لها صداها الجيد إضافة إلى ذلك التمكين الوظيفي بحمد الله تعالى الجمعية كان لها دور في التواصل مع جهات كثيرة والآن بصدد أيضا عمل معارض سواء كان للتدريب أو للتوظيف هناك جهات التعاون معنا وتواصل معنا بغرض التأهيل للحصول بعد ذلك على إمكانية توظيف متلازمة داون أو تدريبهم قبل ذلك نظام المكافأة الشهرية كان حل بعد إشكالية كانت تعاني منها لكثير من الأسر بأنه لو هذا المتلازم الدوم إذا توظف وستلم راتبه قد يقطع عنها الضمان الاجتماعي فكانت نظام المكافأة الشهرية هذه حل لأن يستمر له الحق في ضبان الاجتماع بالإضافة إلى المكافأة الشهرية لعمل الوظيفي بالإضافة إلى ذلك الإنجازات الرياضية ذوي متلازمة داون وخاصة بعد 19 سنة التي كنا نطرق لها عملنا لهم فئة مستقلة من فئات الأسر وجعلنا الأسر فئات حسب تصنيف المتحدة لدينا فئة 0-5, 6-11, 12-18 وفوق 19 هؤلاء شباب متلازمة داون جعلنا لهم برامج متكاملة حققوا من خلال الانجازات كبيرة جدا منها الجانب الرياضي على سبيل المثال ففي الجانب الرياضي حققوا جوائز كثيرة جدا في السباحة وفي البوتي وفي البولنغ ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية محلية وإقليمية وعالمية غير الجوائز اللي يشاركون فيها معجهات أخرى نحن قمنا بتنظيم الفعاليات فلأول مرة تكون هناك بطولة خاصة لدينا تلازمة داون وهي بطولة البوتي والتي يكون فيها أكبر تجمع لدينا تلازمة داون في الدولة على مستوى الدولة طبعا إضافة إلى البشاركات والبطولات حتى يتحقق هذه الإنجازات هناك تدريب مكثف مستمر على المدى الموسم بالكامل وصل عدد الجلسات والتدريبية فيها إلى 56 تدريب السنة الماضية والحمد لله في تزايد مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر